شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال التقسى المرتقبة لنهار الغد فالأجوة ديما ستبقى مشفسة تماما على المدن الساحبية لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميص صباحة الغد أسوح للوسطى والغربية نشاط رادي برفوق بعنطار احتمال أن تكون راعدية هذا على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية وهذا النشاط رادي سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة السورة عقصى الجنوب الجزائري مع زوابع رملية موسمية بصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي للوطن خلال هذه الليلة أول سباحة تلغى درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة بشمال الوطن لن تتعدى 32 بشمال الصحراء 33 بورقلة 30 درجة بأدرى 31 درجة فيما يخص إنصالح وتندوف 26 درجة بتمنى راسة واجهة التي تقارب 30 درجة فيما يخص بورتبرج مختار إنكس ظاهرة الغد بحول الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما ارتفاع ببعض الولايات لتقارب 44 درجة إذن فيما يخص تيزي وزهو 34 درجة بالجزائر العاصمة 32 بأنبسكيكدا وهران مستغانم 40 درجة ببتنا غليزان شلف ومعسكر 37 بالجلفة وتبصة 36 بالبيض 40 درجة بالواد بسكرة 43 درجة بغردايا 41 فيما يخص ولاية بشار ترتفع بأدرار بعد سجيل 47 درجة تحت الدل 45 درجة بإنصالح بورج برج مختار إنكسا للملحة وصيد البحر نهار الغد فالبحر سيبقى هادئ إلى قليل الاتراب محليا هذا على السواحلة الشرقية والغربية سوعة رياح ضعيفة لن تتعدل 20 كم في الساعة لكن ستشتد أواخل نهار الغد على السواحلة الوسطى لتقارب 50 كم في الساعة وريح ستأتي نظمنا السيارات الشرقية شمالية شرقية هذا دقل الوطن خارج الوطن إلى أوروبا الأجواز ستكون إذن مشمسة لها قائمة جزئيا بأغلب العواصم لكن أمطار ستكون في الموعد بلندن مع 25 درجة نفس الأجواء بالنسبة لموسكو مع 25 درجة و31 درجة بكييف الأجواء مشمسة تماما بإسطنبول مع 31 درجة 28 درجة ببرلين وفييننا روما لتقارب 34 درجة باريس 27 درجة الأجواء مشمسة تماما بمدريد مع 38 درجة وفي الأخير لشبونا الأجواء ستكون مشمسة تماما درجات الحرارة وقصوة الانتتعاد 34 درجة مئوية الختام سيكون به المعلومات الفلكية نهار الغد شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة الخامسة صباحا 53 دقيقة عنوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة في أمان